التقى اتحاد الرهبانيات في الأردن في بيت الفوكلاري ألف حيص والذي حمل عنوان موضوعه هذا العام البعد الإرسالي لصلاة لترجية الساعات حيث شارك الحضور من المؤمنين فرحة المرشد الروحي للاتحاد قدس الأبرشيد مستريح بمناسبة يبيله الفضي الكهنوتي المزيد في سياق التقرير التالي التأمت أسرة اتحاد الرهبانيات في الأردن في لقائها الأول هذا العام في بيت الفوكلاري ألف حيص وقد استهل اللقاء بصلاة الصباح تلاها كلمة شكر وترحيب من قبل رئيسة الاتحاد الأخت سيسيل حجازين رحبت فيها أولا بسيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطرياركي للاتين في الأردن كما قدمت حجازين نبذة عن هذا اللقاء نحن اليوم بلشنا افتتاح اتحاد الرهبانيات اللقاء الأول كان مع سيدنا المطران ويليام الشوملي وعنوانه البعد الإرسالي لصلاة لترجية الساعات وبنفس الوقت حبينا كمان أنه نشرك بهذا اللقاء سيسر كلارا معشر بالموضوع اللي صار بالبحر الميت للقانون الكنسة للزواج ونفس الوقت حبينا كما نحتفل بعيد أبونا رشيد مستريح يوبيلو 25 سنة في خدمة الرب وهو مرشد اتحاد الرهبانيات فحبينا كل هاي الأشياء الحلوة نجمحها مع بعض نفرح كعائلة وحدة الحمد لله اليوم كان اللقاء كتير حلو وناجح و37 إرسالية إجت حضرت من الرهبانات نشكر الله وإن شاء الله يا ربنا يعطينا دعوات تمجد اسمه في كل أنحاء العالم خاصة بهذا الشهر وهو شهر الإرساليات نكون مرسليات حقيقيات على مثال أمنا مريم العذرة اللي هي المرسلة الأولى شكرا لكم شكرا لجهودكم ربنا يعطيكم ألف عافية كل عام وانتوا بألف خير تجلى هذا اللقاء الذي حمل عنوانا موضوعه البعد الإرسالي لصلاة الاثراجية الساعات والذي شارك به كل من قدس الأب ماركو ريفا الممثل الكنسي لاتحاد الرهبانيات العام في أبرشية القدس والأخت برونا فاسان الرئيسة العام لاتحاد الرهبانيات في الأرض المقدسة القادمين خصيصا لمشاركة المرشد الروحي للاتحاد قدس الأب رشيد مستريح فرحه بيبيله الفض الكهنوتي وبحضور المنتدبة الإقليمية في الأردن الأخت مشلين معلوف وخلال المحاضرة تحدثت الأخت كلارا معشر من راهبات الوردية في إيربيد بإيجاز عن ملخص القانون الكنسي السنو الثامن حول سر الزواج المقدس في اجتماع اتحاد الرهبانات اللي تم لأول مرة بهاي السنة الأكاديمية في بيت الفوكلاري في الفحص احكينا في القسم الثاني من الاجتماع عن ملخص عن المؤتمر القانون الكنسي الثامن اللي صار في البحر الميت في شهر تموز الهدف من الحديث عنه كان عشان دور الراهبة في إسناد العائلة المسيحية مرافقة العائلات الشابة جنبا إلى جنب مع كاهن الراعية لأن الأسرة المسيحية هي نواة الكنيسة وأديش بتكون أسرنا ناجحة في علاقاتها أديش بينعكس هذا على تربية الأبناء أديش فينا نحصد منهم بعدين للعمل في حق للرب ووسط أجواء روحانية وبنعم سماوية من العزة الإلهية وببركات أبوية احتفل قدس الأب رشيد مستريح بالذبيحة الإلهية كذبيحة شكر لله على نعمته التي رافقت وترافق مسيرته اليوبيلية على مذبح الكنيسة هذا المذبح الذي تزين بالتفاف السفير البابوي المونسينيور ألبيرتو أورتيغا مارتين وغبطة الباطريارك فؤاد طوال وسيادة المطران وليام الشوملي وسيادة المطران جزيف جبارة وقدس الأب ماركوريفا الممثل الكنسي للفاتيكان في الأراضي المقدسة ولفيف من الكهنة وراهبات الاتحاد وخلال اللقاء قدم سيادة المطران الشوملي محاضرة بعنوان البعد الإرسالي لصلاة لترجية الساعات تطرق فيها لأبرز المعاني الروحية لا سيما بالتزامن مع احتفال الكنيسة الكاثوليكية بشهر الإرساليات الاستثنائي اليوم هو اللقاء الأول لاتحاد الرهبانات في الأردن وعقدة في مقر الفوكراري بالإفحيص وكان موضوعه البعد الإرسالي لصلاة لترجية الساعات كل كهن وراهبة بيصلي خمس مرات بنهار وصلاته مفروض تعانق العالم كله مش فقط يصلي مشان إخوته وخواته ومدرشته ورعيته وصلاتنا يجب أن تشمل البشرية بأسرها فعطيت أمثلة من صلاتنا كيف أنه نحن نفكر بغيرنا لأننا نصلي باسم المسيح الكل الرأس والجسد إذا نصلي لأجل حاجات الكنيسة ففي صلاة التسبيح نحن نسبح الله باسم البشرية كلها نستغفر الله باسم البشرية كلها نشكر الله باسم البشرية كلها أيضا نطلب ونتوسل باسم الجميع ولا أحصر صلاتي ودعائي وشكري فقط باسم الرعية أو المدرسة أو العائلة أو العشيرة وفي النهاية طلعنا بهالنتيجة أنه إما نكون كنيسة مرسلة أو لا نكون وتكلمت بشكل خاص عن دعوة البابا أنه شهر أكتوبر هذه السنة يكون شهر مكرس للإرساليات بشكل استثنائي وأن لا يقتصر على أحد الإرساليات بـ 20 أكتوبر إنما كل الشهر يكون شهر مخصص للصلاة للإرساليات تم عرض فيلم وجيز ترجم رحلة عطاء وخدمة الأب مستريح لاتحاد الرهبانيات وأبوته الروحية في إخراج متميز بمصاحبة التأمل بسر الكهانوت وفي نهاية القدس ألقت الأخت إحجازين كلمة عبرت فيها عن شكرها للحاضرين ومهنئة قدس الأب رشيد معتبرة كهانوته وأبوته الروحية لاتحاد الرهبانيات بشكل خاص هو بمثابة نعمة وفخر قدس الأب رشيد مستريح الجليل نحن اليوم في ذهب قلبك الكبير وفضة يوبيل كهنوتك المقدس والذهب والفضة هنا هما باسم الذي دعاك وزناتهما الكثيرة التي تاجرت بها نرفعها معك اليوم لله ذهبا سماويا وفضة ملائكية وعطرا إلهيا لنشكره على اختياره لك واضعا فيك كلمته وحاملا إياها إلى كل الأرض كما قدم الأب مستريح الشكر للرب القدير على نعامه الوافرة طيلة خمسة وعشرين عاما الماضية بطلب منك يا رب في نهاية هذا القداس الإلهي أنه تباركنا بطلب أنه تباركوني كلياتكم بطلب الرب أنه يبارك كنيستنا المحلية مؤسساتنا الرهبانية رسالتنا وعمل أيدينا بارك يا رب وطننا الغالي الأردن بارك ملكنا بارك العائل الهاشمي المالكي بارك كل سكان هذا البلد أعطيه السلام والاستقرار ولكل بلدان الشرق الأوسط السلام وللعالم أجمع لإسمك المجد والحمد والشكر إلى الأبد آمين وشكرا جزيلا لكم وقدم الاتحاد بذلة قداس للأب مستريح وبطرشيل وصورة تذكارية لاتحاد الرهبانيات كعربون محبة وشكر وسط جو إيماني بهيج